اللجنة الخماسية ستكثف جهودها كلما تلقت إشارات إيجابية ويبدو أن الأيام المقبلة ستحمل رغبة حقيقية عند الفرقاء بانتخاب رئيس هكذا يصف السفير المصري على موسى طبيعة حراك الخماسية التي قررت جعل اجتماعاتها دورية ومتقاربة من الآن فصاعدا نافيا ما يحكى عن خلفات بين أطرافها في إطار الحوارات في بعض أحيان تبقى أراء كله له وجهة نظره هدف الخماسية أن نصهر هذه الأفكار وهذه الرؤى في موقف واحد تعبر عنه الخماسية وتتبنى وهو ما يحدث دائما نحن في هذه الفترة نتلقى من خلال لقاءتنا مع مختلف القوى السياسية ردود إذا ما وصلنا إلى ردود إيجابية وهو ما نلمسه حاليا في الحقيقة ده سيكون مشجع على اتخاذ خطوات أخرى من ضمنها قدوم جل إيب لودريان إلى لبنان أو حتى اجتماع الخماسية على مستوى أكبر الأسماء والمعايير لاختيار رئيس لا تضعها الخماسية وفقا للسفير المصري بل هذه ملكية لبنانية وقد جمعها لودريان من مختلف الأفريقاء والنقاط المشتركة فيها أكثر من نقاط التباعد مع الحرص على فصل لودريان في حديثه بين دوره كمبعوث فرنسي ودوره كممثل لدولة عضو في الخماسية ويعدد موسى ثلاثة عناصر لنجاح أي خارطة طريق منها اثنان متوفران هما حسن النوايا والصدق أما الإرادة فبدأت الخماسية تلمسها عند الفرقاء وفي الحقيقة استمعنا من الرئيس برري إلى ردود إيجابية ونفس في الحقيقة يحمل قدر كبير من المرونة وأنه أبدأ استعداده للسير أشواط بعيدة أنا عندما أطالب بهذا الاتزام لألطوب فقط من رئيس برري ألطوب من القوى السياسية الأخرى أنه جميع يلتزم بالحفاظ على نصاب الجلسات أي حراك يهدف إلى الخروج من هذه المعضلة أصور أنه حراك مهم وهناك شعور عام لدى أعضاء الخماسية ولدينا شخصيا بأن الأطراف المختلفة باتت لديها رغبة واستعداد لتقديم بعض الخطوات في اتجاه التوافق هل تعتقدون أنه يمكن الفصل بين لبنان وغزة وتحديدا بالملف الرئاسي؟ من الأفضل الفصل الإيجابي بشوفها أيضا دافع للبنان للانتهاء من الاستحقاق في أقرب وقت ممكن انتخاب الرئيس ضروري ليكون للبنان دور في المفاوضات المقبلة في المنطقة ولا نفضل الحديث عن عقوبات بتاتا بل عن محفزات الانتخاب رئيس يختم موسى موضحا أن اجتماعات الخماسية ستتواصل قريبا موسيقى